السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم في ملاحظة مهمة اليوم الجدول لا خلو المسار ولا الأمور الأيام للحجامة أيام قص الشعر أيام إزالة الشعر الأيام المناسبة للتجميل الأيام السعيدة خلال هذا الشهر كلها صارت موجودة في صندوق الوصف للشهر كامل العمليات الجراحية طبعا أنا ما بقدر أحصرها بخلال جدول كامل لأنه كل شخص على حسب تاريخ ميلاده على حسب برجوش والأعضاء اللي في جسمه الأكثر حساسية يعني الوضع الفلكي ككل بيتطلب عملية الحساب لهذا الموضوع ولكن هي إجمالا أنه هاي الأيام اللي أنا ذكرتها أنه تصلح للعمليات الجراحية أو لا تصلح للعمليات الجراحية أنا ذكرتها بالعموم ولكن بالخصوص لازم يكون حساب للشخص اثنين انتبهوا في الجدول الجدول اللي أنا حطيته لكل العمليات لكل الأشياء اللي إلها علاقة بالتجميل أو الجراحة أو سعادة اليوم انتبهوا لفترة خلو المسار على حسب البلد اللي أنت موجود فيها يعني مش تيجد ولي ما هو هذا اليوم انت كاتب يوم سعيد بس فيه خلو المسار يعني بعضه اللي بيحكي هذا الحكي ماشي لأنه حط ملاحظة انتبهوا لفترة خلو المسار لأنه دائما بنبه فترة خلو المسار فترة سيئة لا يصلح البدء فيها بأي شيء جديد عشان هيك بتكوا تنتبهوا لهذه النقطة اوكي يعني خلينا متفقينوا من البداية عشان ما حدا ينطوا ويفطوا ويشطوا مش عارف ايش طيب اليوم توقعاتنا له يوم الخميس واحد حزيران يونيو 2023 القمر الآن موعد بث الحلقة هو لسه موجود في الميزان وفي فترة خلو المسار ولكن انا ما بدي اذكر تأثيرات القمر لما بيكون في الميزان وتأثيراته على الاشخاص هي نفس تأثيرات يوم الامس اللي انا حكيتها بحلقة الامس بدنا نذكر خلو المسار وانتقال القمر للعقرب طبعا اليوم تشتت فكري وعصبية وتسرع زي ما قرأت على الغلاف الاسباب رح تعرفوها من الزوايا طبعا بالنسبة للقمر الآن هو زي ما حكينا موجود في منزلة الاكليل وهي منزل الى الربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 23 دقيقة من بعد ظهر اليوم او العصر تقريبا من عصر اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة القلب ومعنى منزلة القلب اللي هو قلب العقرب بمعنى اخر وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة الآن الكواكب ككل بتعطي نوع من انواع النحوسة والعصبية رغم هيك انه في ناس كثير رح تستفيد هذا اليوم بشكل ايجابي وخصوصا من ساعات العصر وما بعد او اه تقريبا العصر يعني بدناش ان يعني يابل غروب بالشمس بشوي بتبلش الاجواء بشكل ممتاز جدا طبعا القمر الآن موجود زي ما حكينا في الميزان هي فترة خلوه مسار خلوه المسار هذا رح يستمر لغاية الساعة 11 و44 دقيقة من مساء اليوم الاربعة يعني تقريبا قبل منتصف الليل بتوقيت جرينيش بربع ساعة بعدها بدو ينتقل ويصير في برج العقرب ويستقر تماما يعني من الآن ولغاية منتصف الليل بتوقيت جرينيش فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدانا فيه قبل خلوه المسار بما ان القمر رح يكون موجود في برج العقرب معناته اليوم منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة نشعر بالانتقاد والغيرة وحدتهم بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء تأمين او عمل تأمين او مراجعة شركات التأمين اه برضو هاي فترة اه جيدة للامور الاشخاص اللي حبين هيك يدخلوا في جو الخيال والاكشن فهاي فترة جيدة لقراءة رواية بوليسية او رواية مثيرة اه مشاهدة فيلم مغامرات اتخاذ قرار حاسم اه شراء او استئجار بيت او اه الاهتمام بالمسائل اللي الها علاقة بالعقارات بالنسبة للزوايا طبعا اه الزاوية الاولى هي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين اورانوس وهاي مستمرة الزاوية لغاية يوم سبعة ستة طبعا دروتها يوم اربعة ستة ساعة سبعة وثمانية وارمعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا ايجاد حل لبعض المسائل كما انها بتجعلنا عصبيي المزاج بنرتكب الاخطاء ونتهور هذا وقت غير صالح للشراكات وما تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة بتخلق لدينا افكار ثورية ومخالفة للرأي بما انه عطارد و اورانوس انتبهوا من الحوادث بسيارات او بالتنقلات اللي بتيجي بشكل مفاجئ او الاعطال اللي الها علاقة بالالكترونيات برضو نفس الشيء بتيجي بشكل مفاجئ وما تصدقوا اي شخص لانه الفترة هاي بيكثر النصابين هم اللي بيستفيدوا لانه الناس بتتصرف بدون تفكير سليم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين الزهرة وبين بلوتو وهي تأثيرتها ليوم عشر ستة ذروتها يوم خمس ستة ساعة اربعة واربع دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش اه طبعا بتدفعنا للعنف بتجعلنا مزاجيين عدوانيين وعصبيي المزاج طبعا هذا كله بالعلاقات العاطفية او بتعاملنا مع احبائنا اه برضو الحضوض ما تعتمدوا عليها نهائيا وبتنتهي العلاقات الضعيفة اه بشكل مفاجئ وعنيف وممكن تسببنا خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية بشكل كبير بتدفعنا للعنف تجعلنا عدوانيين مزاجنا سيء بتسببنا خلافات في حياتنا الحميمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية يوم ثمانية ستة طبعا اه هي ذروتها رح تكون يوم اثنين ستة ولكن تأثيراتها من اليوم هي من يوم ثمانية وعشرين ماثرة ثمانية وعشرين خمسة ولكن تأثيراتها مستمرة ليوم ثمانية ستة طبعا ذروتها زي ما حكينا يوم اثنين ستة ساعة عشر واحد واربعين دقيقة مساء بتوقية جرينيش بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا يعني بتعطينا نوع من أنواع السعادة على المستوى الفني على مستوى الحوار على مستوى الكذب اللي بده يكذب على حدا بده يغير موضوع بده يكذب على حبيبته بده يكذب على زوجته هاي فترة ممتازة جدا أو بيختلق قصص أو بدي يحكي عن بطولاته وامجاده اللي مش موجودة في حياته السابقة قبل مليون سنة عادي يعني هاي الفترة ممتازة لهاي الأمور وبتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة طبعا هاي الميزة لهاي الزاوية إنها بتعطي قدرة عالية جدا لبعض الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الروحانيات أو العلوم النفسية أو اللي بيشتغلوا في مجال البحث العقائدي أو الديانات أو الأشياء الروحية الانتاجات الفنية الشغلات زيك لأنها بتعطي خيال واسع جدا وزي ما بيحكوها باللغة ميديتيشن عالي جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهاي تأثرة مستمرة من اليوم لغاية يوم خمسة عشر سبعة طبعا ذروتها يوم تسعة عشر ستة الساعة ثلاثة واثنان وخمسين دقيقة بعد العصر هاي بتدعم من وضعنا المادي والمهني الاجتماعي ممكن نحصل على طرقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن بالسعادة المالية فترة مناسبة للاستثمار ولكن بمراجعة كل التفاصيل والتدقيق والاستشارات وبرضو اقتناء ملك عقاري نفس الإشي بدك تدقق في كل المسائل والأشخاص اللي بدهم يأمنوا مستقبلهم أو مستقبل المقربين لا إلهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي تأثيراتها مستمرة من اليوم لغاية يوم 12-6 من يوم 8-5 هي ليوم 12-6 ذروتها طبعا راحت يوم 22-5 احنا في نهاياتها ولكن تأثيراتها موجودة هاي زاوية بتعزز قدرتنا على القيادة وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بأنفسنا تمنحنا الطاقة والشجاعة بتدفعنا لفعالية أو بفعالية عالية جدا نكون مؤثرين وقياديين أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين زحل وهي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 5-6 طبعا هاي الزاوية بتخلق مصاعب عراقيلة بتحتاج منا لأنه نبذ الجهد والتصميم والإرادة لا تجاوزها تجعلنا أنانيين قاسيين عنيدين بتعرضنا لصعوبات في إنجاز مشاريعنا إنعكاس وإنقلاب بوضعنا بشكل سلبي علينا مراقبة صحتنا المهددة بالإرهاق برضو هاي إلها علاقة بإضطرابات بالبورصة برضو بين القيادات ومشاحنات ما بين الدول استفزاز إلها علاقة بالتطرف والتعصب لدى بعض الجماعات وتضييق الخناق الأمني على الشعب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهاي مستمرة ليوم 13-6 طبعا بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين اللي هي الاستغلال ينسب الأشخاص أشياء من أعمالك لإلهم ويطلعوا على كتافك يحاولوا يستغلوا أخطائك عشان ينشهروا هاي الشغلة بتكثر في هاي الفترة برضو إنك تحكي سرك لحد يروح يحمله ويوشي فيك يعني بدك تنتبه برضو هاي بتدفعنا للعنف تجعلنا عدوانيين مزاجيين سيئي المزاج بتسببنا خلافات في حياتنا الحميمة بعض الأشخاص ممكن يشتكوا من برود جنسي برضو ممكن تتعرض بعض المؤسسات المالية أو البنكية أو المبادلات التجارية لبعض الاضطراب وسوء التدبير يعني نصرف بدون ما نركز بشكل جيد بدك تنتبهوا من العصبية والأمور المالية أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو هاي تأثيراتها مستمرة ليوم 22-6 طبعا هاي بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير بدل برضو على تحولات اقتصادية خطيرة بدل بخزينة البلاد الملف الاقتصادي العالمي هو اللي ظاهر على الساحة طبعا من لما بلشت هاي زاوي ذكرنا عن أمور توقعنا أمور إلها علاقة بالتضخم الاقتصادي وأنهيارات لبنوك ومؤسسات مالية وإلى ما لنهاي وكلها تقريبا صارت والآن كل المشاحنات اللي في العالم بتصير إلها علاقة بالوضع المالي طبعا هاي بتأثر على البنوك على المؤسسات المالية على الشركات الكبيرة إلها تأثيرات على المستوى العقائدي ممكن هيك تقوم بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بعمليات تخريبية في بلد ما أو تقع تفجيرات أو حرائق من طرف عيني خفية بتهدف لزعزعة واستقرار البلاد وممكن يتم اغتيال شخصيات هامة أو أحد رجال الدين في ظروف غامضة وطبعا هاي صارت بخلال فترة الشهرين لأنها هاي زاوية مدتها شهرين فمن 22-4-22-6 فهاي الأمور مرت كثير يعني في خلال الفترة الماضية ممكن برضو وقوع كوارث إلها علاقة بالطبيعة وهاي صارت حرائق وخصوصا غابات أو الحرائق العادية برضو كثرت الزلازل وكثرت كثير بالفترة هاي لأنه هاي إلها علاقة في هاي الأمور بالنسبة للزوايا اللي اليوم مع القمر متشكلة وتأثيراتها مستمرة طيلة اليوم عنا أول زاوية ذكرناها يوم الأمس زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وقولنا هاي بتهدد الأمور العاطفية طبعا هاي الزاوية مستمرة من الآن ولغاية صباح يوم الخميس أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية من أهم الصفات اللي بتصير عندهم هدول الأشخاص غير العصبية وفرض الرأي وأنهم هاد بهربوا لإسراف الفلوس فبيصرفوا فلوسهم بشكل كبير وبدون حساب بتزيد من ضعفنا ميلنا للفوضى التقلب حتى بتكون راغباتنا ممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفي يعني واحدة بتثق في شخص وفجأة هذا الشخص بأخذ منها إشي مش منيح وبعدين بقولها الله يساهل عليك يعني بكون المقصد كله بيستغلها لأمر العلاقة بالجنس حاولوا أنكم تراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تأذوا فيها بعض الأشخاص دون أن تشعروا بذلك طبعا هاي برضو زاوية بتدل على تقلب أمزجة النساء في الفترة هاي وغضبهن وحساسيتهم وشغلات زي هيك برضو على مستوى إقامة الحفلات ما بنصح بهذا اليوم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي دروتها ساعة 12 ودقيقتين بعد منتصف ليل الأربع على الخميس يعني منتصف الليل بنقول بتوقيت جرينيتش ولكن تأثيراتها بتبدأ من الآن وحتى ظهر يوم الخميس تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بتوجه اهتمامنا للأمور الخفية والغامضة بشكل سلبي وخصوصا الأشخاص اللي بدهم يعملوا أسحار بكثروا بالفترة هاي والأعمال والانتقام والتسليط ومش عارب إيش والكلام الزبالي فبكثروا بالفترة هاي وبرضو بتقوي شهوانية بعض الأشخاص بشكل سلبي اه بتهدد أوضاع المرأة اه وبتعمل عدم استقرار ببعض المنتجات الغذائية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون ذروتها الساعة 6 و3 دقائق صباحا من صباح اليوم الخميس تأثيراتها بتبدأ من الآن وحتى مساء يوم الخميس أول شغلة بتحكيلكوا إياها ما تعتمدوا على الحظ نهائيا وهي بتدل على خسارات مالية ومقامرات فاشلة وأيضا استغلال الأشخاص ماليا فعشان هيك يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا بتجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها فعشان هيك بنضحك علينا آآ ممكن نثق بوعود غير واضحة أو نتقبل نتقبل أو تقبل اقتراحات غير منطقية فعشان هيك بنكون متيقضين في نافقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل أيضا لأنه ممكن يعرضنا لمشاكل لها علاقة بالهضم أو لعسر الهضم أو التخمي أو التلبكات المعاوية زي ما حكينا هاي برضو بتدل على أمور إلها علاقة بالبنوك والأمور المالية وتقلب بالأسعار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وطبعا العقرب معروف إنه هو كوكب المريخ وبما إنه بشكل سلبي معناته صفات برج العقرب السلبية كاملة بتظهر على جميع الأبراج التحكم العصبية الحدية الجراءة الجنس حتى الأمراض اللي إلها علاقة بالجهاز التناسل اللي بتكثر في هاي الفترة طبعا هاي الزاوية اللي ما بين القمر والمريخ وهي تربيع ذروتها ساعة 12 و 10 دقائق من ظهر اليوم الخميس وبتستمر طيلة اليوم يعني من منتصف الليل لمنتصف الليل بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فبنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم في يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد اللي بيكون محبط عاطفيا إذا بتحكي معاه كلمة عادي بولع فيك فعشان هيك حاول أي واحد عنده مشاكل عاطفية تتجنبه بالفترة هاي بتجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء بس له الغاية والإشباع الغريزي الذكوري والأنثوي والبلاوي فعشان هيك حاولوا كثير أنه تضبطوا عصابكم لأنه برضو هاي بتسبب خصومات مع النساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي يعني شوي بتلطف الأجواء لأنها برضو بتيجي مع زاوية المريخ تأثراتها بتبدأ من منتصف ليل الأربعة على الخميس وبتستمر حتى منتصف ليل الخميس على الجمعة يعني 24 ساعة بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل بتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر تمنحنا الجدية حسن التنظيم التوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة وهي برضو يعني شوي بتقلب بعض الأمور هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون ذروتها الساعة 6 و 52 دقيقة من صباح يوم الجمعة ولكن تأثيراتها بتبدأ من مغرب يوم الخميس وحتى مساء يوم الجمعة بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها يعني بيظلهم متعلقين في الماضي وبوقفوا حياتهم هم يفكروا في الماضي ويندبوا حظهم على الماضي ويتحزونوا ويتشكونوا وبدهم مش يغيروا من حالهم ولا من سلوكهم ولا بدهم يبدوا إشي جديد بس عايشين على الأطلال هدولا هم أكثر الأشخاص اللي رح يكونوا متضررين من هاي الزاوية بتجعلهم مزاجية طباع بهاية مصدر للتوتر خصوصا للأشخاص اللي بيكونوا متعبين وممكن يعني هي احتمال إنه يكون في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالحوادث طبعا مع الزوايا الأخرى فهي بتأكدها حوادث السير أو الحوادث مع الحركة والأعطال الإلكترونية وبعض الأشخاص ما بيقدروا يتحكموا في أفكارهم وكلامهم وذاكرتهم طبعا هاي الزاوية لها تأثيرات لها علاقة بالتعليم والدراسة والتشتت الفكري وشوي الطلاب بصيروا يبعدوا عن الدراسة أو بلته بأشياء أخرى عشان ما يترسوش لها علاقة برضو بمسائل لها علاقة بالتربية والتعليم والدراسة والمدرسين والصحفيين بشكل سلبي فانتبهوا من هاي النقطة واللي بيشتغلوا في هاي المجالات بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا العضاء التناسلية برقم واحد المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العانة والجينات هذول الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية بالنسبة لهذا اليوم طبعا القمر الآن بدأ بمراحل الاكتمال فعشان هيك من الأيام اللي احنا ما مننصح فيها بالعمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية اللي بيخدموا ميعات دم بدهم ينتبهوا بشكل كبير اللي عندهم زيادة بالدم بدهم ينتبهوا بشكل أكبر فترة جيدة يعني بدأنا فيها احنا من خلال اليوم لأمور الحجامة باليوم والأيام القادمي طبعا الجدول بيوضح بشكل أفضل موجود بصندوق الوصف بالنسبة للأعضاء اللي ذكرناها اللي هي الأعضاء التناسلية ما بنصح للعمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية مناسب هذا اليوم معني بشكل طفيف لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن الجراحة ما بنصح فيها بالنسبة لإزالة الشعر ما زالت الأجواء لا تصلح هذا من آخر الأيام نقدر نحكي اللي هو يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي ولكنه مش قوي كثير بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون موجود في برج العقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت ثلاثة ستة بيبدأ في تمام الساعة 12 و 51 دقيقة بعد منتصف الليل وبيستمر حتى تمام الساعة 5 و 3 دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر من العقرب لبرج القوس يعني موليد ورج القوس بدهم ينتبهوا من الآن ولغاية صباح يوم السبت لأن القمر حيكون موجود في بيت متاعبهم أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل أو انحسار المكتمل عمره 13 يوم في تمام الساعة 51 و 58 دقيقة بعد الظهر بصير عمره 14 يوم نسبة الإضاءة الساعة 12 منتصف ليل الخميس على الجمعة بيكون 94% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 ستة سعيد بنسبة 10% القمر في العقرب حتى يوم 3 ستة منتحس الآن بنسبة 40% في ساعة الصباح بصير منتحس بنسبة 10% ساعة الظهر بصير منتحس بنسبة 40% في ساعة المساء بصير منتحس بنسبة 60% عطارد في الثور حتى يوم 11 ستة يعني الآن هو نقدر نحكي أنه منتحس بنسبة 10% في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 25% الزهرة في السرطان حتى يوم 5 ستة سعيد بنسبة 30% الآن في ساعات العصر تقريباً بصير سعيد بنسبة 15% المريخ في الأسد حتى يوم 10 سبعة سعيد بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 4 تسعة سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 ستة منتحس بنسبة 30% طبعاً ما تنسوا المش مشترك يشترك والمشترك يلغي اشتراكه اللي حط لايك يشيله ويحط دسلايك اللي حط دسلايك يحط لايك الكومنت والشير والشغلات اللي يعني حركة هيك الكبسات اللي تحت كبسه هيك اللعبوا علعبوا على الكبسات هيك يظلوا كبسه كبسه آه آه لا آه لا هيك يعني بكون الجو أحسن وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً انتوا أكثر الأشخاص اللي بدون انتبهوا عن الوضع المالي تحديداً والأمور العائلية اليوم التركيز كله رح يكون على المكاسب المالية أو المصادر المالية اللي أغلبها بتيجي من شراكة تعويض بنك ضريبة تأمين أو أموال الزوج الزوجة أموال لإلك بتحاول أنك تستردها ترتيب وضع مالي دفعات أشياء من هذا القبيل أو حتى القروض ولكن بتكن تنتبهوا أن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية علجوا الأمور بموضوعية وتجردوا كونوا حارصين على تلطيف الأجواء واستشيروا وتأكدوا من المعطيات قبل التوقيع على العقود أو البدء بأي مشاريع وخصوصاً الأمور المالية لأنه بالفترة هاي انت فريسة للنصب والاحتيال وأيضاً للتسرع بالقرارات وهذا شيء ممكن يخسرك فلوس برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً اليوم القمر موجود مقابلك تماماً فبينصب تفكيرك حول تدعيم شركاتكم ولكن طاقتكم زي ما حكينا ضعيفة والشركات يعني شركات مال وعاطفة ما بينك وبين أزواجكم أو الشركاء اللي بيشتغلوا معاكم في نطاق عمل واحد أهم إشي أنه اليوم تحافظوا على هدوء عصابكم لأنه طاقتكم ضعيفة وأي شيء بيستفزكم حافظوا على نبرت صوتكم عشان ما ينفهم من الشخص أو الطرف الآخر بأنك أنت عصبي ويتكبر المشكلة ما تعرض لقاءتك للفشل هاي فترة فيها نوع من أنواع الضغط ممكن تشعر بالظلم أو القهر أو مش قادر تتعبر عن اللي جواك بشكل قوي وأي كلمة تلام عليها فعشان هيك ضبط العصاب مطلوب جدا وما تيأس وكون صبور أهم إشي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم القمر في البيت السادس يعني بيت العمل بيت الصحة حاولوا أنك تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم نظموا جدول غذائكم خذوا قصد كافي من الراحة ما تسمح لأي شخص بأنه يشكك بقدراتك ناقش استفسر عن التفاصيل استشير الخبراء ما تتشبث برأيك لأنه عادي جدا ممكن تطلع أنت غلطان بسبب قلة التركيز وأيضا عطارت كوكبك بشكل زوايا كلها سلبية فالتشتيت عالي جدا انتبه من الإصابات في مكان العمل أثناء الحركة أو إصابات بعضلات الظهر حاولوا أنك تستمعوا لرأي الآخرين بهدوء وروية بدون عصبية وردات فعل متسرعة وما تتسرع بقراراتك ممكن تنشغل بملف أو معاملي خلال هذا اليوم ولكن ابعد عن أي مشاكل إلها علاقة بالتسرع بإنجاز أعمالك أو أنك تتشبث برأيك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم القمر في البيت الخامس لألكم ولكن القمر بشكل بعض الزوايا اللي بتلعب عوتر الحساسية عندك صحيح أنه اليوم بيبعث بهجة بطاقتك أحسن ما بيتخلى الحظ عنك في بعض الأمور ولكن ما تغامر على الحدود نهائيا عاطفيا ماليا بدك تكون حذر ما تغامر ما تجازف راجح حالك دقيق بالتفاصيل لأنه سهل استغلالك ممكن تنجح في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم مواضح طبعا إذا حكيت بهدوء خصص وقت لعائلتك برضو الأجواء العائلية ممتازة ممكن اليوم يكون فيه فرحة أو خبر صارت جدا ولكن طاقتك أنت هي اللي ممكن تخرب عليك كثير من الأمور وغم أنك أنت مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة مسائلك ولكن ذكرياتك وماضيك وأيضا تفكيرك والحدية هاي السريعة هي اللي بتخرب برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر صار موجود في البيت الرابع كوكبك الأساسي بشكل زاوية صعبة هي نوع من أنواع الحسسية والعصبية اللي إلها علاقة بالبيت ولكن وعلى المستوى الشخصي أيضا أهم شي إنه اليوم التركيز كله رح يكون على المسال اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة ممكن تنهمكم بإدخال تعديلات على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغير مكان سكنه أو يهتم بعقرات أو ببيته ديكور تغيير أشياء من هذا القبيل بتميلوا للتقرب من أفراد العائلة أو مديد العون لإلهم أو ممكن تدخل وهذا الأغلب من موليد برج الأسد رح يتعرضوا لهذه الأمر أنهم يدخلوا بمواجهة مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة أو إنزعاج وهذه فترة متوترة جدا على هذا المستوى ممكن تضطر للإهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي أهم إشي إنك ما تهمل صحتك وأهم إشي إنها ما تيجي على الأجهزة اللي أنا بسجل عليها وأهم إشي إنها ما تيجيش على التليفون لأنه صرت مغير تليفونين ولا جهاز الكمبيوتر وين ما تيجي تيجي بس ابعدوا عن شغلنا بوطل أسجل للكو حلقات والله برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات ولكن كوكبك هو عطارد اللي مشكل كل البلاوي اللي إحنا عايشين فيها اليوم فعشان هيك بدك تحذر أنت أكثر واحد أنت والميزان طبعا والعقرب هدول أكثر الأشخاص اللي بدهم ينتبهوا والسرطان يعني اللي هم جماعة القمر جماعة المريخ جماعة القمر عندهم واللي كوكبهم عطارد طبعا ليش؟ لأنه أول إشي تنشطوا بالدراسة بالسفر بالاتصالات ولكنك متسرع وعصبي وممكن تتصرف تصرفات يعني بعد أيام تندم على أنك أنت عملتها أو ما تنتبهش على حالك أنك أنت غلطان إلا بعد فترة رغم أنه هذا اليوم مناسب للخروج بنزهة قصيرة ولا تعزيز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والهدوء والحكمة والموضوعية عشان هيك تقدر تعبر عن رأيك عن أواطفك توضح أفكارك ولكن بدون عصبية فيه أشخاص منكم يمكن يطلق حملة ترويجية أو يسمع خبر سار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والنصب عليكم والاحتيال عليكم والغروب من الواقع وصرف الفلوس بدون حساب وبرضو توعد بأمور مالية وما تصيرش اليوم والفرصة متاحة رغم انها متاحة للحصول على مكسب مالي هذا المكسب بيجي على الأغلب من عمل إضافي إلا أنه بسبب حسسيتك ممكن تضيع عليك الفرص هاي فترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات ممكن اليوم هيك تسعة للوفاق أو لبعض الحلول الوسط حاول تلطف الأجواء تحسن العلاقات ولكن تقلب المزاج عندك عالي جدا عندك تنتبه من هاي النقطة وما تروحش على صرف الفلوس أهم إشي وفيه يعني انشغالات على الصعيد المالي منك وقليل النسبة ممكن يتجي هدية دعم جائزة خبر من خارج البلاد أو أشياء من هذا القبيل برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم عندكو نشاط عندكو حيوية بينجذب لكو أفراد من الجنس الآخر بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة من شأن هنهدعم من مركزكم الاجتماعي أو من علاقاتكم بتدور الأحداث اليوم بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجكم ولكن بتكو تنتبهوا أنه برضو الأمر بيتعلق في بيت السمعة لهو المريخ وفيه زاوية حادة جدا بين القمر وبين المريخ يعني تسرع واضح جدا رح يكون بتصرفاتكم وعصبيتكم اليوم وفرض سلطتكم اللي حواليكم فهذا الشيء ممكن يسبب أشياء لها علاقة بأنك تشويه سمعتك بتصرفاتك أو تخطأ أخطاء هاي الأخطاء تضرك فتستعيد كامل حيويتك ولكن ممكن تتلقى جواب هذا الجواب ما يعجبك فتعصب جدا بعضكم ممكن يفرح لخبر أو لإنجاز معاملة معينة وفيه إشي جديد ممكن يدخل حياتكم ولكن زي ما حكينا ركز بشكل جيد برج القاوس بالنسبة لموليد برج القاوس طبعا الآن بدأت فترة صعبة جدا لأنه القمر رح يكون موجود في بيت المتاعب ومشكل زوايا سلبية جدا وخصوصا مع المشتري اللي هو كوكبك فعشان هيك اليوم تجتازه بصورة عامة يوم غير مريح صحيا ونفسيا رغم موجود يعني عدم موجود بعض المخاطر إلا أنه بيعمل عندك تقلبات نفسية عالية جدا حاولوا إنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل ضروري اخلدوا للراحة حاضروا من بعض المحتالين من خيبات الأمل الحضوض قليلة فما تجازف بأي مغامرات مالية في نوع من أنواع التأخير والفوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة يعني حاول أنك تعمل بشكل روتيني الأعمال الروتينية المعتادة بدون ما تبدأ بأي شيء جديد ومش أي شخص يوعدك بشيء اليوم متصدق لا هو رح يكذب عليك برج الجدي بالنسبة للموليد برج الجدي طبعاً بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم ولكن من خلال هاي المناسبات أو هاي اللقاءات ممكن يكون في أشخاص أنت يستفزوك بحضورهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أو تستعين ببعض الأشخاص اللي ينجزوا لك بعض الأعمال ولكن حاول إنك ما تعمل بشكل وحيد وشارك وساعد وتعاون مع الغير مع الغير عفواً عشان تحقق بعض النجاح لأنه برضو بدك تنتبه إنه القمر رح يشكل زاوية حلوة مع زحل كوكبك هذا الشيء رح يعطيك عقلانية وقدرة على إدارة الأمور فلازم تستغل هاي النقطة تفرح بوجود أحد الأصحاب أو أحد المعارف ممكن ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً برضو الأجواء بتدعمك بشكل جيد على مستوى العمل ومستوى علاقاتك بالمسؤولين بيوم مناسب للأشخاص اللي بدهم يقدموا طلبات لعمل جديد أو يدخلوا تحسين على طبيعة عملهم وبتنجحوا بإثبات جدارتكم وأن ينرضى المسؤولين منكم أشخاص ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أهم إشي إنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال حاول إنك تكون هادئ مش شوي ممكن يتقلب عندك المزاج يخليك غاضب عدائي فحاذر من الخلافات وممكن بعضكم يكرم أو يحصل على فرصة مهمة أو رحلة أو تغيير جو ولكن زي ما حكينا انتبه أثناء تعاملك مع الأحبة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم التركيز كله على الأمور الخارجية يعني أشخاص في خارج البلاد أجانب حوارات مع أشخاص لهم هيك صفة التفكير الفلسفي أو الديني أو الروحاني ممكن يصلكم خبر من خارج البلاد أو من بعيد أو بتشعروا بقوة العاطفة أيضا عاطفتكم أحباكم ولكن بدون تحسسوا عصبي وفرض الرأي فترة مناسبة لإجراء مقابلة جيدة للسفر والرحلات ممكن تفرحوا لا انفراج أو لا تسوي مهمة ممكن تهتموا بهواي معينة ولكن الأشخاص اللي عندهم امتحانات وخصوصا الامتحانات المدرسية أو الجامعية بدهم يدرسوا بشكل جيد وما يعتمدوا على الحضوض بتكونوا حيويين متحمسين لمتابعة المساعي وعندكم القدرة على التواصل مع محيطكم ولكن زي ما حكينا حاول قدر الامكان تنتبهتنا قيادة السيارة خصوصا بالشوارع المفتوحة وتضبط أعصابك من بعض الكلمات اللي ممكن تحسب عليك مش لا إلك طيب حطيتوا لايك وديسلايك وهاي الأشياء الكبسات كبستوا كبستوا طيب ما كبستوا اللي كبسوا احنا بنعرفهم مينهم أنا ما نشايفهم مين اللي كبسوا انتوا ما كبستوا ما راح تكبسوا طيب لا تنسوا لا إله إلا الله وحده لا شريكة له وبرضو لا تنسوا اللهم صلي على محمد وقال محمد لا تنسوا استغفر الله العلي العظيم من كل ذنب عظيم وهيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر